ومن كريم نروح بقى الملعب مباراة مع زمينا فاروق صلاح ونعرف منه آخر أجواء المباراة من الملعب مساء الخير يا فاروق مساء النور يا كابتن أيمن كل التحية لك يا كابتن أيمن وكل التحية للزميل العزيز كريم أحمد وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة متابعي شاشة قناة الناد الأهلي في كل مكان من هنا من أستاذ الأهلي وي السلام طبعا زي ما حدك أفرطت وقلت يا كابتن أيمن مباراة العودة في دور الـ 32 اللي بتجمع ما بين الناد الأهلي وفريق السنودي ببطل النيجر هاخد من كلامك كابتن أيمن طبعا الناد الأهلي خلاص يعني مركة العلامة المسجلة للناد الأهلي خلاص الناد الأهلي دايما بيعتلي منصات التتويج وبنقفل صفحة بطولة على طول مطالبين بالبطولة التانية نهاردة مباراة مهمة يعني مش عايزين برضو نحنا زي ما حدك قلت وكلمت على مباراة الزهاب وي أرضية وسوق أرضية الملعب وناد الأهلي قدر يحقق الانتصار بهدف مقابل لشيء بقدم المالي أليو ديانج نهاردة إن شاء الله في أجواء أفضل وي ظروف طقس أحسن بكتير طبعا وأرضية ملعب يعني لو هنتكلم نهاردة على أرضية الملعب اللي دايما بيزا ما بنتكلم وبنقول وبنشيد أن أستاذ الأهلي وي السلام دايما بيتزين لاستضافة الناد الأهلي خليني أقولك أن هناك تجديد تام على الإجراءات الاحترازية وده طبقا للاجتماع الفني اللي تم عقده بالأمس في الناد الأهلي بالجزيرة هناك تجديد تام على الإجراءات الاحترازية ممنوع أي فرض يتواجد داخل أرض الملعب بدون إجراء أي مسحة يعني كل فرض داخل موجود داخل أرض الملعب لازم يكون عامل مسحة ومقدم المسحة ده طبقا للأمور اللي تمت في الاجتماع الفني للقاء أيضا في الاجتماع الفني تم تحديد الزي الرسمي اللي هيظهر بيه النادي الاهلي النادي الاهلي يطلع بيه ازهر بيه ازي التقليدي للنادي الاهلي احمر فبيض فاحمر بينما فريق سونيدي بالرداء الازرق فازرق فابيض طبعا الحارس مرمى النادي الاهلي بيه ازي الاصفر الحارس مرمى فريق سونيدي بيه ازي الرمادي عايز اقول لك اتكلم على التنظيم وحلل التنظيمية وطبعا المباراة اللي بيتولى النادي الاهلي فيها عملية التنظيم بتبقى بصورة أفضل وأكثر من رائع سهولة جدا في عملية التنظيم أيضا أرض الملعب زي ما تكلمنا عليها مباراة مهمة جدا طبعا النادي الأهلي بيستعيد بعض الأوراق اللي غابت عنه في الفترة الأخيرة وبعد سبوت سلبية مسحة أكرم توفيق وكهربا وعودة طاهر محمد طاير أيضا يعني الهلي بيستعيد بعض الأوراق ومحمد مجد أفشا إن شاء الله العيب النادي الأهلي قادرين النهاردة يحقق انتصار في مباراة العودة ومن ثمت صعود لدور المجموعات أقولك أيضا كابتن أيمن أن الاتحاد الأفريقي كان أعلن طاقم تحكيم لإدارة هذا اللقاء بقيادة الحكم التونسي يسري أبو علي حكم الساحة يعاونه أيمن إسماعيل مساعد أول فوزي لجريدي مساعد ثان ومحرز الملكي حكم رابع ويراقب المباراة من قبل لجنة المسابقات الخاصة بالاتحاد الأفريقي السوداني أمير عثمات دي كانت كل الكواليس كل الأجواء من هنا من ملعب الأهلي وي السلام إن شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الأهلي إن شاء الله فوز في مباراة اليوم إن شاء الله والصعود لدور المجموعات إن شاء الله يا كابتن أيمن زي ما نحن نتعودين إن شاء الله نادي الأهلي والعبت النادي الأهلي قادرين إن شاء الله على تكملة المشوار وهو تحقيق البطولة العشيرة بإذن الله شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح